تقريباً لآخر فقرة في البرنامج نعم وهي لما أجأ أقول الأستاذ حامد عز الدين أنت أنت مين ومنين وقسرتك إيه تحب تأكل إيه تحب تشرب إيه أنت مين أنا إنسان أكثر ما يردده بينه وبين نفسه أنا الحمد لله رب العالمين أنا عندما أقف أقول الحمد لله عندما أضع رأسي فأنام ملء جفنية أقول الحمد لله الله يعني لو طلب إلي أن أعود من البداية ما طلبت إلا ما جرى حتى اللحظة كل شيء من عند ربنا جميل كل شيء من عند ربنا جميل أسمك السلاسي نعم أسمك السلاسي حامد محمود عز الدين بركات وهي دي بركات اللي عملت المشكلة بمراهي الألمسي وبركات بركاتك عم حامد عرفنا على أسرتك أسراتي صريتي طبعا وإذا حصل في قصة الكلام سور أن أنا قلت أن هي خريجة يعني محمية مع إخاف التنفيذ بمزاجها مش بمزاجها نعم إيه وعا كون أنت اللي بحطاء لا لا خال وهي الكبيرة عندي الدكتورة هند والدكتورة هند ما شاء الله يعني خدت المجلس تيرفا الدكتوراه كله في أقل من خمس سنوات ما شاء الله وهي تدرس الآن الشعر الإنجليزي في كلية الألسن جامعة عين شامس طالع لأبوها ما أنت غيرت الشعر بتاع نظار قباني وقلت بدل الحب حطوا الأهلي أيها طيب ما لازل تطلع هي كمان شعيرة متزوجة من الإعلامي خالد شاهر شحاتا وولده من وشاق الأهلي وأسرته كلها من وشاق الأهلي وإلا كانت الحكاية دي ما كانت تكتب وليه ثلاث أحفاد الأكبر عمر يعني فيه السنة النهائية في الـ الـ يعني إن شاء الله داخل جامعة بعدين هو عمره 16 سنة ثم علي عمره 13 سنة والأصغر اللي هو أصعب واحد بقى عبد الرحمن كتلة من الفن والشعر ومش حد يلعيب كرة ولا حاجة لا هم طبعا كلهم كل حياتهم في الأهلي وانت عاوز هول كمان يطلعوا بدون الصورة لا دي دي صورة صورة زفاف أسامة أسامة إذن الأكبر اللي هو اللي في ظهري واللي جنبه دي عروسه وبعدين الدكتورة هند هاي على اليمين حتى إيدها على أخوها هاني اللي هو أصغر أولادي ولمدام جنبهم وأسامة هو الورا وهنا أسرة عروسة أسامة اللي هي نورة اللي في اللي دول أهلوية طي لا ده بالأكس يعني دي يعني أخت العروسة أهلة اللبسة أحمر دي أهلوية جدا لا بس البقية زي ملكوية وتعملت بعمل معادي كلنا مع بعض عادي يعني لا أنا عظي الحب الشديد لا يمكن أن ينتج أبدا أكيد لا أعصب أولا ما فيش تعصب ولا في أي حاجة من دي الأهلي والزمالك دول لديين جمال طيب لو تلق هويتك إيه للكورت القدم أنا آياتي كثيرة بس أهم هوية هي الأهلي طبعا الأهلي ده هو أنا آيات كده الأهلي كده جوا بقى أنا ممكن أعمل أي حاجة إيه هويتك تعلم اللغات تعلم اللغات طيب تعرف كم لغة أنا الوقت إنجليزي فرنساوي أسباني ألماني تعرف عربي و ومدقت أتعلم الإيطالي لأنه قريب من الأسباني وهاخدش على الروسي إن شاء الله أوقات فراغك بتقضيها إزاي وطبعا حكاية الفن لأن أنا يعني 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 لو لا المنحة بتاعت فرنسا دي كان زماني لوقتي مع جلالي الشرقاوي بنعمل المسرحية لأنه هو كان مقتنع بيا كممثل بس وقفت أما سافرنا فرنسا واختفينا عن الموقع أوقات فراغك بتقضيها إزاي المتابعة متابعة الأحبار العالمية أنا ماديش وقت فراغ آه أنا أكبت الأحبار العالمية في كل شيء آه كل حاجة آه إن أنا بقى متابق اللي هنا ومتابق اللي هنا والهنا خصوصا النماص في آه حاجة لل لإن الواحد يبقى متباع بالشكل ده أكيد بتحب الأكل أقول لك على حاجة تحب الأكل لأ أقولك كده بتحب الأكل دي دي على فكرة ما هيش ماش معناها الأكل أنا آه كل ما يسعدني سندوتش طعمية سندوتش طعمية والبن بتاعي ده في بن باسمك عند الرجل بتاع البن صحيح هذا صحيح بن محوج ولا بن عادي ولا بن غامي ولا فاتح لا ده بن لمرضى القلوب لمرضى القلوب أصحاب القلوب العليلة لأنه في حليب وبيتعمل بطارية معينة كده آه فأنا سندوتش الطعمية هو الشيء الوحيد الذي أتناوله بكثير من النهب يعني لو ما ده السنة بس هتاخدنا في دوكا يعني لما ده ما عملت لك مثلا كده طاج مبامية شوية ملوخية على بطاية كده وبتاع أنا أجيدي الطبخ وما أنا لسه هجيلك بس بتوهنيش فأنت فيش حاجة ورق عنب محشي أنت إيه اللي بتحبه أو إيه أكلتك المفضلة في الأكل ده أنا بقولك أنا من كتر ما أكلت أنا أنا زورت 96 دولة حول العالم أكلت في أكبر مطاعم وأغلاها في أي حتة في العالم فأنا أنا بقولك بس في الآخر لقيت الحاجة الوحيد اللي بأكلها بمونو بسود كده سن دوتش عمية هل عشان تشبعت بقى من الأكلات اللي كنت بأكلها قبل كده في كل الدنيا كلها لأ يعني قصد إيه مفيش حاجة هتبقى جديدة بتاع أو ماشي طيب خلينا في الأجل المصري إيه الأكل المصري إنت بتحبها كوارع وتقول لي ما لكش في الأكل بتحب تخش المطبخ أي بتاع بتطبخ إيه كل ما تتخيله يا له خبا عربي تقول لي ما لكش في الأكل لأ يعني أنا لو دخلت المطبخ أنا بأكل المطبخ مرتين مرة ليلة العيز الكبير عشان تعمل الفتة لا ده أنا بعمل حاجات كثيرة جدا وعيز الفطر اليوم الأولاني عشان برضو بعمل فيه أكلات معاهمة يعني تجاه بعد الأعيات تقول لنا الكلام ده طيب إحنا كنا فين من الفترة دي أنا عناية ربنا طيب إيه الأكلة المفضلة أنت نحب تطبخها المقلوبة المقلوبة هي أكلة فلسطينية طيب استدنا بقى دقيقة واحدة معايا إحنا الوقت معانا الشيف حامد عز الدين هيقول لكم على وصفة المقلوبة كل واحد حضر وراء وألم عشان نشوف الأكلة دي هيحصل المقلوبة دي بتعامل إما بالدنجان إما بالبطاطس وموك بتتعامل بالدنجان والبطاطس حل وبيتتعامل باللحم أو بالفراخ بس باللحم بأسهل لا هي في الحالتين سهلة طيب كمل لأنه إحنا الأول خالص حنشوف إذا كان لحمة أو فراخ هيتسلق سهلة يعني بس ما يسلقش كتير وبعدين البدنجان بدنجان بتقطع كده بتقطع كده وتبقى تخينة شوية وبعدين يتحمر برضو مش كتير ولو كدت هنعمل البطاطس برضو نفس الشيء نعم بعدين بنجيب الحلة اللي إحنا كنا بنقلي فيها البدنجان طبعا طلعناه عشان ينشف شوية نحط بصل بصل لغاية ما يصفر وكده نشيل الحلة من على النار ونقوم حطين طبقة البدنجان وبعدين نكون غسلين الرز اللي هنستخدمه بعد طبقة البدنجان هحط لحمة أو فراخ وبعدين نقوم حطين الرز وبعدين هنسقيها بالإيه الشربة بتاعة الفراخ أو اللحم ونحط عليها من فوق خالص فلفل السود شميعنا فلفل السود فلفل السود لأنه أنت المقلوبة دي سميت مقلوبة لأنه أنت بتخدها تقلبها فبيبقى اللي تحت فوق فالفلفل السود ده بيبان في كل الأكلة